السيدات والسادة الزملاء العزاء أهلاً وسهلاً بكم بالقانون عندنا خطابات السادات والموافعات أمام الدين كمسالة وانتوا طيبين احنا من هذا ستة أكتور هذا اليوم المجيد حركتوا ايه بالقانون بان احنا نتكلم عن الخطابات الخاصة بالزعيم الوسادات الوسادات كان زعيماً مفوهاً كانت كلماتي تعبدج عن منتهى البلاغة وكانت ألفاظه منطقاء وكانت مخايج هذه الألفاظ واضحة جداً الكلام دوت مكانش صدفة الكلام دوت كان من خلال علم ودراسة لأن الزعيم السادات من بدر قوي كان يشتغل ويعمل بالسياسة وانتوا عرفين بأنه كان متهم في قضايا سياسية هزت الدولة في ذلك الوقت وكان يتعلم على يد الأستاذ الكبير المصرحي العظيم زكري طليمار يتعلم ايه في كيفية إلقاء الخطاب السياسي إزاي كان ينقي ألفاظه ومصطلحاته اللي تلهي بمشاعر الجماهية اطلعوا يشوفوا ماذا يقول السادات كلمات السادات تختلف عن كلمات أي زعيم تاني كلمات السادات وألفاظه ومصطلحاته تعتني بدقة بوصول المعلومة بأقصر كلمات إلى وجدان وليست أسماع وجدان الشعب العربي من المحيط إلى الخليل كلمات السادات كانت لها وقع لا يقل مطلقاً عن وقع المدافع التي يوجهها على الجبهة تجاه الصهاينة في كلها إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم من هذه الخطابة وكيف لإحنا نقوم باستخدامها أمام محكمة الجنايات إزاي وأنا واقف قدام محكمة الجنايات أقول كلمات تقرع صمع المحكمة زي ما بتقول أحكام أحكمة النقطة أقول دفوع جازمة وواضحة باستخدام ألفاظي وكلماتي ومصطلحاتي اللي بيها المنصة اللي بتسمعني هتكون قد إيه منتبهة عشان كده كلمات السادات كليها وقع شديد تسمعوا في الحتة دي وبقول إيه وبيتكلمي ازاي عن مدى الانتصار وعن مدى إن إحنا كنا فين وبقينا فين والعزة اللي حققت هنة حرب أكتوبر البنجينة لقد كان الليل طويلا وثقيلا ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر وإني لأقول بغير الدعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطا وإنما كانت كبوة عارضة وأن حركتها لم تكن فورانا وإنما كانت ارتفاعا شاهقا لقد أعطى شعبنا جهدا غير محدود هذه الحرب مع كل ما فيها من فايدة ومع كل ما فيها من عزة ومن إرجاع لقرامتنا كلنا كعرب إلا إن فيها أيضا دروس في تفاصيل بسيطة منها خطابات السجال اللي هي تدرس لمعاهد المحامات في كيفية اخترار الألفاظ وفي كيفية الإلقاء إزاي أنا بقلقي بكلمات هي في حقيقتها مدافع وأنا كمحامي حينما أمثل أمام محكمة الجنيات أنا بتكلم كدفاع بمعنى إن في إيدي مدفعية لابد أن تكون هذه المدفعية موجهة ومعبرة عما أنا أستطيع أن أقوله وأهدف إليه وهو إيه؟ هو برائط موكلي من هذا الاتحال أحمد راه زعيمنا أما هم ألوى السادات ولنا أن نفتخر بأنه مصر وأنجبت الأمة العربية مثل هذا الزعيم وكل عام وأنتم بخير وكانت هذه الكلمات بمناسبة نصر أكتوبر المجيد وبروخ خمسين سنة على هذا الانتصال شكرا جزيلا وأهلا للمساهم بكم في حلقات أخرى بلقاء بلقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر